عندك أدب أو أمثال؟ اختار اختار الأمثال أمثال؟ يلا بنعطيك سؤال من الأمثال مثل يضرب لمن يحتال في البيع والاتفاقات لا تحير إلها مدير مركت على زياكة يجي يكحلها عماها يراويك حنطة ويبيعك شعير هو الجواب الرابع يراويك حنطة ويبيعك شعير ويجعل فوراً بدون تفكير جوابك يبيع واتفاقة نعم بدون تفكير حلو هذا يراويك حنطة ويبيعك شعير يعني بالغش والاحتياط هذا المحتال الاختصاصي نعم خلاص؟ خلاص نهاي؟ الجواب نهاي نعم طيب جواب صح صاروا مليونين صار معك مليونين يا سيدي كمان بدأك تختار إحدى هاتين الفئتين لنشوف تاريخ أو فن؟ لا أختار التاريخ تاريخ نعم لك ما تنسى تثبت لما بدك وبعد في عندك أنت فرصتين يعني تستخدمهم إما بتستخدم شراء إجابتين أو شراء السؤال بقى ما تنسى أنك تثبت أنا تثبت على المليونين تثبت على المليونين؟ وبعد في السؤال يلا شوف السؤال في أي عام أصبحت البحرين مملكة؟ 2008 2006 2004 2002 طبعا الإجابات الأولى لثلاثة كلها مستبعدة فأختار الإجابة الرابعة الرابعة؟ نعم في 2002 بال2002 لأنني معاصر هذا التاريخ يعني من بعد 2003 اليوم ما سمعت في اليوم أن البحرين صارت مملكة متابعة نعم في 2002 يعني بداية القرن أصدق نعم بداية القرن نعم جواب نهائي إن شاء الله جواب نهائي كان يقال أمير البحرين أصبح ملك البحرين نعم الجواب صح صاروا 3 ملايين كمان اختر لي فئة من الفئتين من القائل أو سياسة؟ أنا شوية ضد السياسة فاختار من القائل ضد السياسة؟ نعم ضد السياسة اختار برقوا معي بالمسابقة كلهم ضد السياسة نعم إحنا ضد السياسة ما تعبانين بالسياسة الآن يا خي يلا من القائل؟ نعم من القائل إن شاء الله نختار له السؤال من القائل؟ من القائل؟ يحل الذكي المشكلات والحكيم يتجنبها هوميروس طاغور داروين أينشتاين يعني الذكي نعم يحل المشكلات والحكيم يتجنبها يعني أنا أشوف الإجابة الرابعة هي الإجابة الأقرب لأن إنشتاين هو معروف أنه أذكر شخص يعني بالتاريخ خلق نقول نعم فهو إنشتاين أكيد قال أنت مش سمعها قبل بس أنت بتشيك بأينشتاين بس إن إنشتاين هو الذكي فدائما كان يروح للمشاكل ما يتجنبها نهاية فأختار إجابة الرابعة أينشتاين نعم شواب نهائي إن شاء الله جار يعني هوميروس مكان ذكي لا مكان ذكي داروين مكان ذكي أكيد طهور مكان ذكي بس إنشتاين هو أذكر شخص بالتاريخ رغم أنه كان يعني بالمدرسة موضح الله يسامح صار معك خمسة مليون جواب صحة